مقاتلون في الجبهات من كل الأطراف ومدنيون استهدفوا مباشرة في منازلهم جميعهم وصل عددهم إلى أكثر من 100 ألف قتيل منذ العام 2015 وحتى اليوم بحسب وكالة السوشوت دي بريس الأمريكية والتي أضافت أن مشروع رصد بيانات الأحداث المسلحة المتتبع للوفيات المؤكدة في النزاعات أفاد بمقتل 12 ألف مدني بهجمات مباشرة في اليمن محافظة تعز تتصدر قائمة المحافظات اليمنية في عدد الضحايا وبحصيلة 19 ألف تليها الحديدة والجوف بأكثر من عشرة آلاف في كل منهما فيما سجل سقوط 20 ألف قتيل خلال العام الجاري ما جعله ثاني أكثر الأعوام دموية بعد 2018 الذي سجل فيه سقوط أكثر من 30 ألف قتيل وعلى الرغم من خفض التحالف غاراته في الآونة الأخيرة إلا أن التقرير رصد ارتفاعاً لأول مرة منذ أواخر عام 2017 في حصيلة ضحايا الضربات الجوية وذلك بعد حادثة استهداف سجن في محافظة ذمار كانت ميليشيا الحوثي تحتجز فيه معتقلين ما أودى بحياة 130 منهم على الأقل لكن التقرير يؤكد أن العنف المميت يتجه نحو الانغفاض مع نهاية العام الجاري بعد خفض التصعيد في المعارك وتراجع عدد غارات التحالف فهل ستكتفي الحرب بهذه الأعداد الكبيرة من الضحايا؟ أم أن العدد سيستمر هكذا في الارتفاع؟ ولن تجد الحرب نهاية لحصد أرواح المزيد